في السياق أكد المقدم طبيب منافل قحطاني استشاري الأمراض المعدية بالمستشفى العسكري أن مملكة البحرين حققت نجاحا كبيرا على صعيد تطعيم مختلف الفئات العمرية من الأطفال القحطاني عرب عن تقديره لكافة أولياء الأمور على ما أبدوه من مسؤولية عالية من خلال المبادرة وتطعيم أبنائهم ودعا أولياء الأمور الذين لم يبادروا بتسجيل أبنائهم بتطعيمهم حفاظا على سلامتهم وسلامة من حولهم حققت مملكة البحرين نجاحا على صعيد تطعيم الأطفال حيث بلقت نسبة تطعيم الفئة العمرية من 12 عام إلى 17 عاما نسبة 91% فيما وصل عدد البالقين من العمار 3 إلى 11 عاما ممن أخذوا التطعيم أكثر من 17 ألف طفل في حين أن عداد المسجلين منهم حتى اليوم بلق أكثر من 25 ألف طفل طبعا هذه خليني أتوجه بالشكر الجزيل إلى كافة أولياء الأمور على ما بذلوه من مسؤولية عالية من خلال المبادرة بتطعيم أبنائهم وندعو أولياء الأمور الذين لم يطعموا أو يبادروا أبنائهم بالمبادرة بتطعيم أبنائهم حفاظا على سلامتهم وسلامة من حولهم وهذا بيكون دعما كذلك للجهود الوطنية للخروج الآمن من هذه الجائحة ترجمة نانسي قنقر